بعد أن فقد العراقيون الأمل بصرف الرواتب حتى أصبحت نسياً منسية، جاءت البشرة حينما أعلن مجلس النواب أن رواتب الموظفين ستصرف خلال اليومين المقبلين، حيث أمن قانون الاقتراض الرواتب لثلاثة أشهر. اللجنة المالية النيابية أكدت أن الحكومة الاتحادية استطاعت حتى الآن تأمين رواتب الموظفين لثلاثة أشهر فقط، الشهر الماضي والحالي والمقبل عن طريق قروض داخلية بثمانية مليارات دولار، وإصدار سندات مالية وبيعها للبنك المركزي العراقي. العراق بلد الخيرات، لا يستطيع صرف رواتب موظفيه، والسبب معروف لدى الجميع، الإهمال والفساد وعدم استثمار السياحة الدينية كباقي الدول، والاعتماد فقط على النفط الذي تراجعت أسعاره بسبب فيروس كورونا ليصبح العراق بلداً مستهلكاً لا منتجاً. وعلى الرغم من التحسن في موارد الدولة غير النفطية نتيجة السيطرة على الموانئ والمنافذ الحدودية، لكن ما يزال جانب كبير يذهب إلى جهات متنفذة، أبرزها الفصائل المسلحة وأحزاب نافذة بحسب مراقبين. وتبقى التساؤلات هنا لا محل لها من الإعراب، ماذا سيحدث بعد ثلاثة أشهر؟ وكيف يمكن صرف رواتب الموظفين في ظل حكومة تنتظر الأمل دون حل ناجع وسيطرة كاملة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة؟ ترجمة نانسي قنقر